بقم السلام يا فنن الفضل يا فنن طب روحتي معدي القلب يا أستوزة يسرة؟ روحتي أصلم وقالولي ما فيش أماكن وبعطيدي على مستدر السلام وروحتي على مستدر السلام قالولي ما فيش أماكن بعطوني على أسر الهاني وكذا طوالست وروحتي على مدنين وزي مرتاعة في الحسين ما قلتك مستدر لما روحتها كلهم يعملوا لي تحالين ويأكدوا لنا مساجرة روحتي على مستدر منظومة أماكن طيب يعني الحقيقة أن احنا منظومة الصحة عندنا منظومة فشلة فشلة بكل الكارثة كارثة من الكوارث كارثة من الكوارث يعني وزارة الصحة فين أنا ما عرفش بتعمل إيه أنا ما عرفش الموظفين اللي فيها بيعملوا إيه أنا ما عرفش الدكاترة اللي فيها بيعملوا إيه أنا ما عرفش وزير الصحة فين أنا برضو ما عرفش يعني مشالة الواحدة اللي بتكلم عن وزارة الصحة ولا وزير الصحة يعني كل الناس بتتكلم عن وزارة الصحة وبتتكلم عن وزير الصحة وبتتكلم عن إن فيه تقصير فيه المنظومة الصحية طيب فين التحرك طيب واحدة ستة زي دي لما تطلع تبكي يا عم ده ده عام المرأة عام المرأة الرئيس اللي قال كده ده عام المرأة المصرية نقرم المرأة المصرية نحن نشيل عنها كاهل التعب بتاعها نشيل عنها دموحها نخفف عن دموع المرأة المصرية هو ده يبقى عام المرأة المصرية والرئيس قال إن ده عامل مرأة مصرية مفيش واحدة تدخل مستشفى بمعهد القلب ويقولها لا أروحوا مش عارفة فين ويبعتوها دار السلام مفيش حاجة اسمها كده يعني الدكتور أحمد عمد يعني ده نداء وبيانات الحالة معنا وحوصلها المكتب حضرتك وعايزة رد سريع بعد إذن حضرتك ده ما ينفعش المنظومة دي لازم تتغير وبقرر تاني الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن ده عامل مرأة مصرية فين بقى تحركوا الوزراء بعامل مرأة مصرية واحدة مريضة زي دي طلعت تبكي طلعت تبكي وتقول الحقوني ينقذوني يعني أكيد ما كلمتناش وطلعت بالحالة دي إلا ما الدنيا كلها دقت فوشها يعني أرجو يعني ده نداء نداء مني من الست الغلبانة دي ومن كل يعني كل سيدات مصر يعني انقذوا الحالة دي